نروح لخبر نطمن بيه حضراتكم حتى على فريق النادي الاهلي النهاردة اكيد في حالة من التركيز الشديد داخل الفريق بدأت خلاص او هتبدأ التدريبات بعد ساعات من دلوقتي بكرا ان شاء الله بيستعدوا لمواجهة الطلاقع زي ما قلنا مواجهة طلاقع الجيش مواجهة صعبة جدا يوم الحد اللي جاي على ملعب الاهلي وي السلام في الجولة الاربعتاشر لبطولة الدوري اكيد مباراة مهمة مباراة الفوز بيها بيمثل حاجات كتير جدا للاهلي ما ان انت تعيد مرة اخرى انتصاراتك بعد يمكن ما تعثرت امام سيمبا في البطولة الافريقية مؤخرا كمان التلات نقاط مهمين جدا افتكر للجهاز الفني علشان يدخل بقى بقوة مرة اخرى ويواصل الزحف لقمة الدوري الممتاز يمكن الفريق متأجله ثلاث مباريات عن الزمالك اللي لعب افتكر اكتر من مباراة النهاردة بيعتلي الصدارة فريق نادي الزمالك لكن بطولة الدوري انتوا عارفين يمكن طريقة ان شاء الله كالعادة للاهلي وطبعا انت تأجلك مباريات كتير لان انت كان ليك مشاركات اكيد دولية برا وافريقية ثلاث مباريات معجلة للنادي الاهلي لكن النادي الاهلي معودنا بصراحة يمكن في سنوات يمكن قبل كده كمان كان النادي الاهلي متأجله اكتر من 5-6 مرشاط وكان بعيد خالص عن القمة لكن اللي رجع بسرعة جدا وده الوقت اللي بيرجع في النادي الاهلي يا صحيح الوقت بعد التعصر شوية ويمكن تابعنا هنا في البيت الكبير حتى عودتهم من تنزانيا كان فيه اللعبة حاسة يعني اكيد اللعبة حاسة انها ما عملتش حاجة كويسة وبالتالي ان شاء الله يوم الحد يبقى الرياكشن كمان متضاعف يعني الرياكشن اولا لعودة الدوري عندنا لقاءات مؤجلة لازم الحسم فيها بشكل كبير وزي ما انت قلت طلع الجيش نادي كويس يعني نفتكر انه هو كمان كان في نهائي الكاس مع النادي الاهلي وقدم مباراة جيدة جدا عندهم لعيب على مستوى عالي لكن دايما خلينا نتكلم احنا النادي الاهلي يعني احنا دايما بنحترم الخصم ما فيه الشك لكن كمان التطخيم من الامور في بعض الاحيان بيدر مش صالحنا لا خالص يعني التطخيم في الخصم شوية اه بنحترم الخصم وبندرسه بشكل كويس طلع الجيش عنده لعيبة كويسة مميز لكن احنا النادي الاهلي طبعا طبيعي ان شاء الله احنا بنشوف رياكشن باذن الله في مواجهة طلع الجيش ان شاء الله يكون المستوى الاداء افضل كتير جدا من مباراة سيمبا كمان على مستوى الادارة الفنية ان شاء الله يكون مباراة جيدة زي ما احنا عارفين طلع الجيش بيقوده المدرب مدرب محترم عبد الحميد بسيوني عنده عناصر خبرة كبيرة بداية اسلام محارب محمد بسام حارس المرمى حارس دولي مهند لاشين عمر السيسي وعمر مرعي كل ده وعمر جمال اكيد لكن كل ده لعيبة اكيد بنحترمها لكن احنا مش عايزين نضخم الامور انا في اعتقادي يمكن من المباراة اللي احنا ضخمنا فيها الخصم شوية مباراة سيمبا لكن احنا بنحترم الخصم بندرسه بشكل كويس لكن احنا النادي الاهلي احنا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يوم الحد بيظهر بشكله الحقيقي والوجه الحقيقي للنادي الاهلي ان شاء الله هتكون كمان دفعة باذن الله الفوز هتكون دفعة قوية جدا في مشوار الدوري عارفين مشوار الدوري مشوار طويل جدا اه عندنا تلات مباراة مؤجلة لكن دايما النادي الاهلي معودنا دايما هو لعبته وجهازه وادارته حتى لو متاخرين في الترتيب بالنسبة للمؤجلات لكن ان شاء الله نعود سريعا بداية ان شاء الله من يوم الحد اشتركوا في القناة